احنا بيجي عندنا وقت كده بعد الساعة ستة تقريباً يعني بعد خمسة ستة كده بتلاقي حصل هجوم على التلاجات يعني الناس العيال قاعدين في التلاجة جوه التلاجة بيعني بناكل كل حاجة تقريباً بالليل قولي ده أضراره ايه بقى الناس دي يعني ناس تاخد بالها اين بيحصل طيب خليني الاول افرق انه احنا كلنا عندنا سنة كده قلق واكتئاب من القعدة والقصص دي كلها فعايز افرق انه الشخص الاول يبقى فاهم نفسه بما انه نهارده بنكلم عن مشاعر فهل انا جعان ورايح للتلاجة عشان انا مضغوط عشان انا متضايق ولا انا فعلاً جعان اوكي لو انا فعلاً جعان انا هبتدي احط له سكاديو اللي بقى ان انا لازم اشرب ماي كويس لأول املى جزء من معدتي ابتدي في طبق السلطة اركز في البروتين ده هيشبعني حلو يعني انا اول حاجة نقولها للناس كده ان هم يتعودوا يسألوا نفسهم وانت رايح ناحية التلاجة كده نبه نفسك هو انا جعان ولا انا جعان انا جعان ولا انا متضايق انا جعان ولا انا قلقين معدتي اللي جعانة ولا بوق اللي جعان والحاجة السهلة قوي اللي اسأل نفسي بيها انه لو انا جعان حلويات يبقى انا مضغوط لكي لو جعان بجد انا هروح هيكل سلطة هاكل بروتين هبقى مبسوط فدي برضو مفتاح كده اشوف نفسي انا بفتح التلاجة رايح لإيه حلويات مقصود بيقى فاكهة ولا حلويات مقصود بيقى؟ حجم سكرة أي حجم سكرة بسكوت بقى في شرب الشوكولاتة كيك احنا المطبخ بتعجب الروايح اللي بالدول طمام فلو انا رايح للحلويات اكتر هبقى انا مضغوط مضغوط بالزبط طيب يعني احنا كمان بنسمع ان احنا لما الواحد بيكون الان بيأكل حجم ارمشة يعني بيتلاقي بيأكل بعايز يأكل بقصومات بالزبط فنمرة واحدة هسأل نفسي طيب انا قلت لنفسي ان انا فعلا مضغوط يبقى هياخد بس تلاتين ثانية تانين هفكر هو انا لو كلت الحاجة دي هيحصل لي ايه اوكي فانا انا وجدت اجابتي انه هتخن مثلا فدي حاجة من الاضرار بتاعة الاكل انه هتخن او بطني هتكركب وهتبوز لانها حاجة تحتوي على دهون كتير او يمكن نشويات كتير ودهون كتير فممكن يبقى مودي هيبقى وحش بعديها فهشوف انا قابل ده ولا مش قابل ده قابل ده هبتدي اكل يعني برضو عايزة عشان انت دلوقتي بتتكلم في حتة نفسية بالزبط فانا هقول لي نفسي اول حاجة اول ما تيجي كده فكرة ان انا رايح نحية التلاجة هقول لي نفسي هو انا جعان ولا الان او زهان وبعد كده الحاجة التانية هقول لي نفسي بقى ايه بص اصبر انا هأكلك اللي انت عايزه بس الاول فكر بعد ما هتاكل ده هتحس بيه بالزبط كده هتبقى ندمان وهتبقى مبسوط ولا لا بالزبط لانه مكتير بيقول لي انا محستش بنفسي وانا باكل فلو انا اديت لنفسي البريك ده الوعي ازاكي بالزبط هبقى واعي انا بعمل ايه طيب انا واعي وبقرارة نفسي وقرارتي انا رايح هاكل خلاص انا عارف ان انا ببوز نفسي وهروح برده بزبط تمام هاكل من فضلك كل كمية قليلة يبقى انا هاكل مثلا حاجة قدي نص كافي اوكي فانا مثلا هاخد شوية الفشار بسكوتين بحس ان انا عايز اكل تاني انا خدت شوية ان انا فكرت فانا برضو عارف النتائج فيمكن لما اكل حبة صغيرين اقدر اوقف نفسي شوية هنا بقى فكرة ان انا ممكن اصغر الاناء اللي انا بجيب فيه اصغر الطبق احط حاجات صغيرة قدامي بزبط ابعد الطبق عني بدل ما يبقى على رجبتي ممكن اخليه مثلا على طرابيزة انا بحاول اعمل اي تغيير في زيفي مثلا ما يبقاش قدامي لان طب الغرف هو قدامي فانا بسهولة بعبي مرة واثنين وثلاثة بس لهو بعيد عني لهو في المطبخ وانا قاعد مثلا في قوضة تانية فانا هبزل شوية مجهود اني اروح واجي بالزبط كده طيب لا انا معليفت شمسك نفسي وانا كلت كثير هرجال الحتة الحرية كنت لسه بتقولها ما تحسش بالزنب خلاص اللي حصل حصل ما بوص الجريمة بقى اللي عملتها دي بجريمة اجبر لان انا كامل بقية السماية اني هاكمل اليوم اني هاكمل الاسبوع كله عك مثلا ما هي بايزة بايزة ده فيه كمان العكس بقى انه طب انا هاعد يومين ما كلش عشان اكفر عن الجريمة دي فده برضو العكس ده غلط لان انا بحرم جسمي فبيخزن اكتر فبدخن اكتر فولا ده مقبول ولا ده مقبول انا مش حس بالزنب خلاص انا عكيت مثلا في الوجبة بتاعت ساعة خمسة ستة هاجي بليل واتعش فاكهاية كباية زبادي وخلاص يبقى كده اليوم خلص ومن بكرة ابتدي النظام دي دايما المشكلة بتبقى فعلا بالليل يعني هو المشكلة بتبقى بعد الساعة خمسة ستة سبعة كده بزبط بتبدأ الحياة تسكت بقى خالص والعيال تهيص فاحنا بنبقى عندنا المشكلة دي وكتير من اهم هال يقولي ده بيحصل لما الولاد بيناموا بابا عايز اكافئ نفسي احس ان انا باكل حاجة انا بحبها انا طول الوقت مسحولة مع الولاد فده بيحصل كمان بالذات لما الولاد يناموا